اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس البرمجة بواسطة لغة بايثون في هذه المحاضرة رح نشرح موضوع مهم جدا جدا في عالم البرمجة بشكل عام وفي لغة بايثون بشكل خاص هذا الموضوع هو الفنكشن أو الوظائف الفنكشن هو المواضيع السهلة والمهمة في نفس الوقت الفنكشن تقريبا هو مثل قالب الكيك باعتبارنا انه راح نصنع قالب واحد وممكن ان نصنع به آلاف الكيكات تقريبا نفس الفكرة على الفنكشن نصنع قالب لهو الفنكشن ونقدر ننفذه على آلاف المتغيرات وآلاف النصوص وآلاف المهام طيب مثلا ناخذ كمثال طبعا طريقة عمل الفنكشن اولا نكتب دف ضرورة جدا بعدها اسم الفنكشن طبعا الاسم اي اسم يكون بنفس طريقة كتابة اسم المتغير لابد انه ما تبدأ برقم ما يكون بها احرب خاصة ايضا يجب ان يكون الاسم غير متكرر ويكون حساس لحالة الاحرب مثلا راح اسميها بها واخلي اقواس بجانب الاسم بعد الاقواس خلي نقطين شارحة الان بدأت الفنكشن هذا هو بداية الفنكشن محتوى الفنكشن مثلا راح خليها تطبع لي كلمة بها print بها word مثلا طيب الان عني انشأت الفنكشن هذا هو قالب الكيك اللي انشأناه بامكاننا نستدعيه اكثر من مرة حتى استدعي هذه الفنكشن اكتب فقط اسم الفنكشن اللي هو راح يكون بها مع الاقواس فقط اكتب هذا الاسم في اي مكان راح يتم عمل محتوى الفنكشن بعدد مرات كتابة الاسم طيب الان بعد ما انشأنا الفنكشن ووضعنا محتوى لهذا الفنكشن اللي راح تطبعنا هذا الناس بها word وطبعا راح نادي هذه الفنكشن من خلال كتابة اسم الفنكشن مع الاقواس طبعا اطبع هذا لاحظ انه راح تطبع لي بها وورد طبعا بامكاني انه اناديها اكثر من مرة مثلا لاحظ هنا انا مثلا ثلاث مرات راح تطبع لي بها وورد ثلاث مرات وعندما اناديها الف مرة راح تطبع لي الف مرة وهكذا ايضا بامكاني انه انشئ مجموعة من المهام بداخل هذه الفنكشن مثلا راح اضغط على كونترول دي حتى اكرر هذا الكود وراح اكتب مثلا هلاوالي بهذه الطريقة اطبع اناديها مرة واحدة اذا لاحظ اني انشئ هذا الكود واناديها مرة واحدة بسطر صغير جدا مثلا لاحظ راح تطبع لي هذه البيانات طيب فاذا الفنكشن هي عبارة عن اداة نضع بها محتوى وهذا المحتوى نقدر انه دي من خلال جزء بسيط او رمز بسيط حتى تقتصر لنا الوقت طبعا هذه بشكل اولي تفاصيل الفنكشن ممكن ناخد فنكشن بشكل متطور اكثر ممكن بداخل هذه الاقواس نضع متغيرات اخرى مثلا ممكن اهنا نعدي الاسم فهاء ممكن يكون بهذه الطريقة هلو ممكن يكون بهذه الطريقة هلو وممكن اهنا راح اضع متغير راح اسميه نايم وهنانا زائدا المتغير نايم وبداخل المنادات ممكن انادي الفنكشن مع اسم متغير يعني مثلا ممكن هنانا اكتب اسم المتغير بها اذا اجي اطبع هنانا راح يطيني هلو بها طيب شناللي صار مجنش راح الكود الكود هو انه هلو ثابته بس الاسم متغير هذا الاسم المتغير راح اخلي نفس المتغير بين الاقواس الاشياء المتغيرة اخليها بين الاقواس وحتى اضيف الاسماء اضيف قيم هذه الاشياء المتغيرة اضيفها بين اقواس المنادات هنا بين اقواس الفنكشن اضيف المتغيرات اسماء المتغيرات وقيم هذه المتغيرات اضيفها بداخل اقواس المنادات مثل ما اللاحظ هنا نقدر نستدعي هذه الفنكشن اكثر من مرة مع اكثر من اسم مثلا ثلاث مرات ممكن هنا راح يكون علي ممكن هنا راح يكون محمد مثلا بهذه الطريقة اذا لاحظ هلو بها هلو علي هلو محمد طيب اذا انا قدرت اناديها اكثر من مرة وهكذا نقدر اناديها الف مرة مع تغير القيم وراح تكون الاكشن تفاعلي بيمكننا ايضا نضع متغير اخر نسمي مثلا old في هذه الطريقة وايضا بامكاننا نطبع هذا المتغير نكتب مثلا المتغير old طيب طيب راح احذف علي ومحمد احا خلي فقط طيب انا كم متغير عدي عدي متغيرين هان المتغيرين ضفتهم بالمحتوى هذي الفمشن راح تطبع لي الاسم هلو مع الاسم وكذلك راح تطبع لي العمر طيب فاذن هنا بما انه عندي متغيرات اثنين لابد انها اخلي قيم اثنين حتى اخلي قيمة اخرى اخلي فارزه واكتب القيمة الثانية القيمة الاولى الي هي الاسم والقيمة الثانية اللي هي العمر مثلا ثلاثين اذا اجي هنا اضع اعظان اذا الاحظ انها لوضها والعمر راح يكون ثلاثين بامكاني انها اناديها اكثر من مرة مثلا هنا راح يكون علي خلي عمر علي مثلا من عمر 25 إذا ألاحظ هلو بها وهلو علي مع الأعمار أيضا بإمكاني أنه أناديها مرة ثالثة مع تغير الاسم مثلا سلام ومثلا ممكن العمر يكون 40 وهكذا بإمكاني أنه أنادي هذه الفنكشن أكثر من مرة مع وضع متغيرات جديدة طيب شن يعني إذا لاحظ أنه الفيسبوك عندما تفتح تسجيل الدخول أهلا بك مثلا بها عبدالستار أهلا بك فلان الفلاني هذه الفنكشن هي متغيرة هو يصنع فنكشن والاسم يكون متغير حسب اليوزرنام اللي أنت مخليه فإذا الفنكشن ممكن إذا تصنع دالة هذه الدالة تصنعها مرة وحدة وتكون متغيرة لآلاف لملايين الأشخاص وبالتالي ستسهل علينا العملية طيب طبعا هذه بشكل أولي هذه هي الفنكشن إن شاء الله بالمحاضرات القادمة راح نتبحر أكثر ورح ننفذ فنكشن متقدمة ومتطورة حتى نستفاد من عندها بتقنيات عظيمة إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر